السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل أكلة مميزة جدا فراخ كنتاكي طعم روعة مش هتروح محلات كنتاكي تاني خلاص بعد ما اتجربوا الوصفة دي مش هتروحوا تاني مقرمشها من بره ومن جوه طرية جدا ومستوية وطعمها تحفة هنبدأ على بركة الله معنا المكونات جبنا فرس ودور فراخ قطعناها وغسلناها عندنا للتدبيل هنحتاج لبن رايب هنحتاج معلقتين عسل كبار عصير لمون معلقتين كبار دقيين التوابل معلقة كاري كل حاجة معلقة فلفل اسود كسبرة ناشفة طوم بودر بصل بودر سبع بهارات بابركة وشطة هنضيف اللبن الرايب وعليه التوابل بعد كده العصير اللمون والعسل هقلب التدبيل كلها كويس مع بعض وضيفنا الدقيق بعد كده هحط الفراخ اللي أنا مقطعها في إمكانك تقطعها صوابع تقطعها شرايح حسب التقطيع اللي تيجي على بالك أو اللي انت تفضليها خلاص هسيبهم في التدبيل بعد ما قلبتهم فيها كويس هسيبهم لمدة ساعة بعد كده هجهز بطين ونص كباية لبن ورشة فلفل أبيض عندي دقيق وعندي كورنفليكس طحنة في المطحنة عشان يبقى شوية نعم عشان يمسك في الفراخ أحط الفراخ في الدقيق هطلحه من التدبيل أحطه في الدقيق ومن الدقيق في البيض وبعدين في البقسمات أنا ليه حطيت معلقتين دي في التدبيل عشان ما يبقاش القوام بتاع التدبيل خفيف تقوم الفراخ لما حطها في البتاعة تبقى الطبقة اللي عليها خفيفة كده الفراخ تطلع نشفه لكن أنا حطيت معلقتين يديني سمك في التدبيل وفي نفس الوقت بحط الديق كمان مع البقسمات بيدي سمك أتقل تقوم الفراخ تبقى من جوة طرية ومستوية ومنبرم قرمشة وجميلة والطبقة اللي بتبقى مغلفة الفراخ دي بتبقى تخينة كده وطعمها حلو هستمر على كده لحد ما خلص أنا هنا عاملة كمية كبيرة من صدور كتير من صدور فراخ حوالي 3 صدور فأنا مش هستخدم الكمية دي كلها هاخد على قد ما أنا محتاجة والباقي هشيله في كيس وحطه في التلاجة في إمكانك تعملي الكمية اللي انت عايزها تاخدي منها شوية أو تحطيها كلها في كياس وتشيلها في الفريزر كل كيس على قد مرة وقت ما تحتاجيها تبقى جهزة معيك حاسب لكم المكونات والمقادير في صندوق الوصف إن شاء الله هكمل باقية الفراخ اللي أنا الكمية اللي أنا محتاجها بنفس الطريقة الكورنيفليكس بيبقى طعم ممكن تعمليها بقصومات تعمليها بفجيتار زي ما يعجبك بس أنا اللي بفضل الكورنيفليكس إنه بيديها أرماشة حلوة ونفس حلوة بديها طعم حلوة قوي خلاص خلصنا كل الكمية اللي احنا محتاجينها هجحط الطاصة على الزيت يسقي على النار بالزيت تسخن أنا مش عايز الزيت يتقضح لأنه لو تقضح الفراخة تتحمر بسرعة وتبقى نية من جوه الزيت هيبقى سخن بس هرس الفراخ في الطاصة على النار مع التأجيب باستمرار كل شوي حقلبها عشان تبقى كلها لون واحد ما تبقاش نحية أغمى من نحية خلاص كده الفراخ أصبحت جاهزة أخذت لون الدهب الجميل هطلحها وحط بقية الفراخ هخلص بقية الكمية هتطلع معنا الفراخ بالشكل الجميل ده ما شاء الله مش قادر أوصف لكم الريحة والقرمشة اللي فيها والطعم حاجة فوق الوصف دي كانت وصفتنا النهاردة لو عجبكم الفيديو لايك وشير ويارد تشتركوا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد اشتركوا في القناة